السيدات والسيدة مساء الخير على الرغم من الحضور النساء القوي في السينما المصرية منذ نشأتها سواء في التمثيل أو الإنتاج السينمائي إلا أن الشاشة الكبيرة لم تشهد في أغلب الفترات إلا عدت قليل من الأسماء النسائية البارزة التي تركت بصماتها تحديدا في مجال الإخراج والتأليف وكتابة السيناريو ومع أن منافسة الأسماء الكبيرة في مجال الإخراج والتأليف السينمائي كانت دائما مهمة صعبة وشاقة إلا أن الساحة السينمائية شهدت منذ أواخر التسعينيات ظهور أعمال قوية ومميزة لكاتبات ومخرجات دخلنا تاريخ السينما من أوسع الأبواب ومن هؤلاء ضيفتنا اليوم مؤلفة وكاتبة سيناريو ومخرجة موهوبة أجادت في أعمالها للسينما بنفس إجادتها في أعمالها التلفزيونية في حديثنا اليوم نسألها عن عمل المرأة في صناعة السينما والتلفزيون الصعوبات التي توجهها والنجاحات التي تحققها نسألها عن قضايا المرأة الغائبة عن الشاشة ولماذا اختارتها هي لتكون الموضوع المفضل لعمالها عن المرأة وهمومها على الشاشة عن المرأة المبدعة خلف الكاميرا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر